هذا يعني بأن الطائرات التي تصنعها طهران الطائرات المسيرة بدأت تستعمل ضد المراكز النووية في إيران أولا هذا المركز مهم جدا لأنه بدون أجهزة الطرد المركزي لا يمكن تخصيب اليورانيوم في البداية كانت إيران تشتري الطرود المركزية من دول أخرى مثل كوريا الشمالية مثلا ومن باكستان اليوم بدأت إيران تصنع هذه أجهزة الطرود المركزية وكانت تشتري أجهزة الطرد المركزي الذي كان يخصب بنسبة 5% من اليورانيوم الطرد المركزي الذي يستعمل اليوم في إيران والذي كان يصنع في هذا المركز هو بمعدل 50 مرة أكثر قوة من الطرد المركزي الأول لذلك إسرائيل مهتمة جدا في هذا المركز الذي يصنع هذه الأجهزة ويعتقد بأن إسرائيل هي وراء هذه العمليات الضحة البرée بذلك جيد ترجمة نانسيz ح Safra الحذر خصوص الشمال متحب حضر